تساهم الإقامات الجامعية في نسب كبيرة من حيث استقرار الطلبة وتحسين تحصيلهم العلمي وهو ما تسعى له إدارة الخدمات الجامعية لولاية المدية من خلال السعي لوضع الطلبة على أكف الرحى ورح إن شاء الله على حسب المعلومات إن شاء الله تكون كما نقول في يابل اللي أعطاهنا مدير التجهيزات اللي قال المودي سومبر بوزارة الروسوار ووزارة دو حاب يقول من الفوق رح يكون عندنا أربع إقامات إيناث ورح يكون عندنا زوج إقامات دوكور هذه تولي إقامة دوكور ووزارة تولي إقامة دوكور من تقديرات الأول يرانا في 10500 ربما هذا العدد يرتفع وعلى غرار مختلف الإقامات الجامعية عبر ربوع الوطن تبقى النقائس هاجسا قد يعيق متطلبات الطلبة إن الله لا يكلف نفسنا لوسعها نحن درنا الإعلينة وحاولنا نكون قدر المستوى اللي رأي على عاتقنا أكون تشوفوا فيها إقامة كبيرة بزاف تستدعي إمكانيات تستدعي الدعم رفع التحدي من بداية السنة لاستقبال الطلبة القادمين من مختلف ربوع الولاية وحتى من خارجها رهان يسعى كل القائمين على الخدمات الجامعية بالامدية على إنجاحه فهل سيكون لهم ذلك؟